موسيقى مشاهدين جولتنا الصحفية لهذا اليوم مختصرة جدا والبداية من صحيفة الرياض السعودية التي نطالع منها حالة اغماء لكاترينا غراهام جاء في تفاصيل الخبر تعرضت الممثلة الامريكية كاترينا غراهام لحالة اغماء بعد تناولها لكعكة متسممة وتم نقلها للمستشفى بعد ان وجدها عمال الفندق الذي تقيم فيه ملقاة على الارض داخل حديقة الفندق وكانت النجمة تناولت الكعكة اثناء تواجدها في احد فنادق ولاية كاليفورنيا الامريكية ختاما من صحيفة النهار اللبنانية لم تتحمل فكرة حملها الثامن فشنقت نفسها لم تتحمل ام لسبعة اولاد فكرة حملها من جديد فذهبت لمراجعة طبيب لاجراء عملية اجهاض بعدما علمت بحملها الثامن لكنها غيرت رأيها لاحقا وقررت ابقاء الطفل وبعد تسعة ايام وجدت الام المكتئبة مشنوقة في الطبقة العلوية من منزلها